وأنا رجل واعي أنا أعلن رغبتي باستقالتي من منصبي كوكيل نقيب المحامين وسوف تكون الاستقالة يا البعاء الاربعاء القادم أمام المجلس اللبت بيها بشكل رسمي لكن أرجع وأقول لك ياها من تجد هناك صعوبات عندما تجد بأن هناك صعوبات وعراقيل لكي تصل إلى ما تصبوا إليه دون داعي وعندما تتم محاربتك فأكيد المنطق السليم يقول لا يمكن أن تحارب صالحا إلا دا كنت أنت مع فاسد لا يمكن أن تحارب صالحا إلا إلا أنت كنت مع فاسد وأنا الكثير يشهد لي بأنني رجل ما علي أي شبهات ويعلمون كل محامين العراق أنني رجل محامي ناجح قبل أن أدخل للنقابة وليس لي في هذه النقابة أنا أتحدى أي شخص في هذه النقابة يقول أستاذ أيمن استفاد بحالة نفعية معينة بالنقابة لا نهائيا بل وأنا وأمام الكل أمام الكل أستاذ نجب قد يكون هذه الثقافة المفروضة نشجعها هذه الثقافة التخلي عن الاحتكارية الذاتية لمنفعتك أمام الكل وأقولها وأنا رجل واعي أنا أعلن رغبتي باستقالتي من منصبي كوكيل نقيب المحامين وسوف تكون الاستقالة البعاء الأربعاء القادم أمام المجلس البت بيها بشكل رسمي مولئا أنا غير قادر أو ضعيف لا حتى نرتقي بمفهوم الأنا داخل المؤسسة أنا أستاذ نجم أنا بهذه المؤسسة إن لم أكن قادر على تحقيق شيء ينفع المقابيلي من يشوفوني بالمحاكم الفئة اللي أتعامل معها المحامين ما فائدة بقائي أنا رجال محترم النظرات لها قيمة اعتبارية عليه أنا مني باوعلي شخص لازم يحترمني وأنا أظن بأن احترامي بأن لن أكون أو لن أستمر بهذا المنصب وأمامك أكررها الأربعاء القادم استقالتي معروضة أمام المجلس وسوف أطلب من المجلس التصديق عليها بشكل كامل يعني الآن السيد يا شباب السيد وكيل نقابة المحامين العراقيين يعلن استقالته على الهواء مباشرة من نقابة المحامين يعني العبارة لفتت نظر يا أستاذ أيمن أنه أنت لأنه ما تقدر يسوي شيء قدمت استقالتك ولأنه الفساد استفحل كما تقول قدمت استقالتك لكن قضية أن لا نكون بإحترام حتى أكون دقيق أستاذ نجم حتى أكون دقيق الاستقالة بها سببين نعم سبب الأول أنا ناشد رئيس الوزراء وناشد كل المسؤولين والوزراء أخي أنت تعاملكم رئيس الوزراء الرجل أدلى بكثير من الأمر الإدارية التي تشجع على التعاون مع المحامي لكن هذه ثقافة المواطن العراقي والموظف العراقي والضابط العراقي من يقوله أستاذ أنا وكيل فلان الفلاني أنا رجل محامي لأن الكثرة التي نحن بها من المحامين أصبحت تعطي كلمة المحامي لمن لا يستحقها في بعض الأحيان بدأ هذا الضابط والموظف يعممها على من يستحقها يعني من يجي محامي محترم يتخيل بأن هذا المحامي المحترم هو قد حصل على شهادة البكالوريوس ومن ثم انتمها لنقابة المحامين بسهولة وهو يحصل في الكثير سبعين حتى تكون دقيق خمسين بالمئة من المحامين الموجودين من الممكن أن يكونوا حصلوا على شهادة البكالوريوس وصاروا محامين وهم لم يحلموا مطلقا أن يمرون أمام نقابة المحامين هذا سياسة دولة أنا أحط عليها مليون علامة استفهام أنا دا أصرخ أنا كقيادي في هذه النقابة ما أقدر أواجه كل يوم يجيني محامي اعتدوا علي أخي ضربوه ضربوه في أغلب الأحيان المحامي يتعارك مع الموظف مكامش ليش لأن ذاكهانة لأن قلق لأ طلع برة سياسة تسلم تليفونك سياسة وانت شنو المحامي يعني وإذا محامي أخي استاذ نجم توجد دولة بالعالم تطلب من المواطن لا لا استاذي مو المواطن من المحامي تطلب من المحامي أن يسلم تليفونه المواطن في ذاته أخي التليفون وسيلة إرهابية التليفون من الممكن أن نجعل من كل مواطن عراقي من كل محامي عراقي هو مخبر ومحقق ودال على كل فعل فاسد بدوار الدولة أنا المفروض أكون أقرر قرار يسمح لجميع المحامين بإدخال هواتفهم النقالة والتصوير المباشر على أي حالة سلبية كاذا تزيبال أنتم كنقابة من الذي معناعكم من أن تجعلوا من القضاء الواقف أو من المحامي رجلا محترما في دوار الدولة الأخرى شو أنتوا أهل القانون وأنتوا أهل القلم وأنتوا أهل الدفاع وعاجزين أن تنصفوا أنفسكم لن نستطيع القيام بهذه المهمة لأن المحامات أصبحت ليست حلما يحتذا به وإنما أصبحت قرار لكل من هب ودب وسببه أرجع إلى القبولات واثنيا لأن النقابة بحذ ذاتها ما أصبح اللي يقود داخل النقابة ومن ضمنهم المتكلم ليس وزير فلان هو أفضل موجود وزير الصحة مو أفضل طبيب وزير الإسكان مو أحسن مهندس نقيب المحامين وأعضاء النقابة مو أفضل المحامين أخي المحامين الكبار المرموقين أصحاب الكفاءات ذو الخلق العالي ينزوون في غياهب الغرف يفترشون ممرات الغرف من منهم اللي كون نفسه كونها واللي ما كونها فهو غارق في نسيان يعيش في فتراته الخيري في فترة السبعين والثمانين عنده من كان محامر آقي وأما من يسيطر على مقاليد هذه النقابة الإعلامية ومن لديه عدد من الكومينات ومن اللايكات أكثر بالفيس اللي يقدر يقدم شيء بالفيس وهذا ممكن يكون محامي عمره يومين بالمينة لذلك إحنا ما نقدر نفرض هيبة المحامة ما لم نصلح داخلنا وداخلنا ما يصلح بالمنحرات من أنت تريد الصير لو ما تريد الصير داخلنا يصلح من نقول كل إحنا وحدة وحدة مجتمع واحد مشروع واحد بالنقابة كل إحنا خل نقوي وما نقوي نفسنا إلا نعاقب المسيئين من داخل المحامين أكو محامي مسيئة عاقبة حتى أبو الوزارة يبوعك حتى مجلس القضاء يشوفك يقول حتى عاقب المحامين بالتاريخ بالتاريخ فترة الأربعينات والخمسينات والستينات نقابة المحامين كانت تقود ثورات بالوطن العربي أما أنت اليوم تتحدث لي عن نقابة محامين المحامين لن نقود عجلة لن تقود عجلة اشتركوا في القناة